بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا كل عام وحضراتكم بخير احنا بمر علينا حدث من اجل الاحداث حدث بيخلينا نبقى مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في بؤرة النظر وبؤرة الاهتمام حدث محواري من احداث الحياة اللي عاشها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعاشها معا الصحابة رضوان الله عليهم حدث بتسجله ايات كثيرة واحاديث كثيرة واحنا نوقف النهاردة مع حديث جليل بيروي الصحابة الجليل معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه يقول قايا صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها هذا الحديث اخرجه ابو داود والامام احمد هذا الحديث بيخلينا نفهم شيء مهم جدا تعالوا نسمع الحديث مرة ثانية لان الناس مش معتدين انهم يسمعوا هذا الحديث دايما حديث بيرويه سيدنا معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها احنا متعودين على ان احنا نسمع لما بتهل علينا الهجرة المكرمة والمشرفة بهجرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نكون مهتمين بهذا الحدث جدا ليه؟ لان كل سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بتنشئ فينا شيء مهم جدا وخاصة للم نسمع قوله تعالى وربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا فضل الهجرة لما يقول سبحانه وتعالى الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظموا درجة عند الله واؤلائك هم الفائزون طيب طب الهجرة دي حاجة عظيمة اوي طب هل الهجرة مستمرة؟ استنى كده حديث رسول الله سلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية طب كده يعني انقطع سبنا للهجرة فييجي الحديث بقى اللي احنا سمعناها حديث سيدنا معاوية بن أبي صفيان اللي بيقول لا تنقطعوا الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها يعني هجرة مستمرة؟ هجرة مستمرة يعني الواحد مننا ممكن يهاجر؟ اه ممكن يهاجر تعالوا نقف لحظة ونشوف كده هل احنا ممكن نهاجر؟ ونهاجر مع حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما نهاجر مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نصنع بأولوبنا قول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقولوا لصاحبي لا تحزن إن الله معنا آه ده في حزن دلوقتي آه ممكن كثير من الناس بعندهم حزن عندهم حزن ليه؟ تعالوا بس نقر ان الهجرة مازالت موجودة الهجرة مازالت موجودة ونسمع حديث رسول الله عليه وسلم لاهجرة بعد الفتح ما هو بيقولك انه ما فيش هجرة لا ده الحديث ده بيقولك انه فيه هجرة بس من نوع تاني إيه اللي حاصل؟ لا هجرة بعد الفتح يعني الهجرة اللي من مكة إلى المدينة بعد الفتح خلاص لأن المكان اللي كنا بنهاجر منه أصبح خلاص در إيمان وأصبح خلاص مش محتاجين نهاجر منه ولكن شوف حديث الرسول الله عليه وسلم بيقولك إيه وكأنه بيقول تنفيذاً لهذا الفضل اللي موجود في الآية وأولئك هم الفائزون ان احنا نفوز بمسألة الهجرة إزاي بقى نفوز بمسألة الهجرة؟ ألا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية يعني إيه؟ يبقى عندنا الجندية وجهاد النفس اللي بيبدأ بالنواية التي هي في القلوب وكأن الحديث بيقول لنا أن فيه هجرة تانية مهمة جداً جداً اسمها إيه؟ اللي أنا استلحت على تسميته هجرة الوجدان مش هجرة المكان يعني إيه هجرة الوجدان؟ اللي إحنا بنشوفها شويتين تلاتة في حديث رسول الله سلم في حجة الوداع وهو بيعرف صلى الله عليه وسلم المهاجر المهاجر من هجر ما نهى الله عنه يعني إيه؟ يعني الهجرة النفسانية هجرة مهمة جداً من أهم أنواع الهجرة وخاصة في اللي إحنا فيه دلوقتي أنا لما تأملت أنا شايف أن قضاء الله سبحانه وتعالى وقدروا أني فيه أشياء لماذا تتكرر في حياتنا؟ لأنها تبني حياتنا حياتنا كلما تهدمت إزاي يعني؟ الهجرة لازم نفهمها في أن هي جزء من سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جزء من سيرة حضرة النبي إن إيه؟ إن كلما سقط الإنسان هو ليه العلماء اختاروا لحياة حضرة النبي إن هي تسمى السيرة؟ لأن كلما سقط الإنسان جاءته سيرة حضرة النبي لتنهضه وتعلمه أنه قادر على المسير ترجمة نانسي قنقر